ركبت شقيقتان مع سائق تاكسي في الخمسين من عمره من شارع الأزهر ووضعت حقيبتين بهما بعض الملابس والمفروشات وأغراض جهاز عروس وقالت الأخت الكبرى للسائق كم ستأخذ حتى تقوم بتوصيلنا فقال لها السائق بهدوء وأدب ما تجودان به فقالت له أربعون جنيها وهي تعلم أن الأجرة تستحق أكثر من ذلك ولكنها نطقت بهذا المبلغ حتى يقول لها مثلا ستون جنيها فيوافق إلا أن السائق وافق على الأربعين جنيها ولم ينطق بكلمة فتعجبت الأختان من قناعته ثم قالت له الأخت الكبرى بالله عليك يا حج تصل بأختي حتى البيت لأني سأنزل بالجيزة وهي ستكمن معك قبل المنيب ولن تستطيع حمل كل هذه الأشياء بمفردها ابتسم السائق وقال لها سأقوم بتوصيلها مكان ما تريد وسأحمل معها كل أغراضها أخذ السائق يردد أسماء الله الحسنى وبعد أن أحصاها بالكامل بدأ يقرأ بصوت جميل سورة آل عمران وكانت الأخت الكبرى تراجع معه وأثناء قراءته نسي كلمة فذكرته الأخت الكبرى بها فابتسم السائق وقال لها أنا لست متعلما وحفظت القرآن مع نفسي وقد كنت غافلا لاهيا لا أصل الفروض في أوقاتها إلا نادرا وكان لحفظ القرآن والتزام حادثة وقعت في الطريق ففي إحدى الليالي وأنا أسير بسيارة أجرة في ظلمة الليل رأيت سيارة بداخلها شاب مصاب في حادث مروري مروع فأسرعت إليها وكان بيدي سيارة حيث كنت أدخن ووصلت إلى ذلك الشاب الذي في السيارة لأقوم بإنقاذه ولما وصلت إليه وجدته أشرف تماما على الموت وكان وجهه يتلألأ من شدة النور ونفسه مطمئنة رغم ما هو فيه وعندما رآني ابتسم لي وقال يا أخي إن الله حرم الخبائث وهذا الدخان من الخبائث فاتركه يرحمك الله وأوصيك بالصلاة وقراءة القرآن عسى الله أن يتوب عليك ثم ناطق بالشهادتين ومات ومنذ هذه اللحظة التي مر عليها خمسة أعوام تركت التدخين تماما وبدأت أصلي كل الفروض في أوقاتها وأسير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظت القرآن كاملا والحمد لله بكت الأختان بعد سماعهما قصة توبة السائق وقالت الأخت الكبرى لقد أقام الله حياتك بموت ذلك الشاب وكما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقد حدث معي نفس الشيء عندما تأخر زواجي وكنت أعيش حالة من الهم حتى أوصتني صديقة لي بقراءة وحفظ القرآن إن أمكن وكثرة الدعاء والاستغفار ومر شهر واحد بعد حفظي للقرآن وتنفيذ ما أوصتني به صديقتي ثم تم زواجي وأصبحت في سعادة دائمة ثم قالت الأخت العروس للسائق لقد تعلمت منك الآن أن لا شيء يجعل الإنسان يهجر كتاب الله طالما يتمتع بإرادة قوية وعزم صادق وأعيدك بأنني من الآن سأبدأ في حفظ القرآن حتى أتم حفظه والله إنك حجة يوم القيامة لنا ولكل شاب وفتاة بعيدين كل البعد عن كتاب الله وعن ذكره الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا